مسيرات تشل أكبر مطارات السويد الحكومة تبدأ عصرا جديدا للإندماج المشروط نشرة إخبارية جديدة من قناة الكمبيس الإعلامية معكم ريم لحدو أهلا بكم توقفت حركة الطيران في مطار أرلندا الدولي في ستوكهولم الليلة الماضية بعد رصد عدة طائرات مسيرة تحلق قرب المطار هيئة الطيران المدني أفادت بأن أربع مسيرات بأحجام متفاوتة شهدت من برج المراقبة ما أدى إلى إيقاف حركة الطيران احترازيا اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الرحلات الجوية جرى تحويل مسارها إلى مطارات أخرى قبل أن تستأنف الرحلات الجوية بحلول الثالثة والنصف فجرا كما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادثة بالتعاون مع السلطات الأخرى بما فيها قوات الدفاع فيما ذكرت تقارير إعلامية إن المسيرات مجهولة المصدر تنقلت بين مدينة أبصالا وأكبر مطارات السويد مسببة قلقا وفوضى في المطار المسيرات رصدت بداية بالقرب من مقرات الشرطة في مدينة أبصالا من قبل عناصرها ومواطنين فيما قالت شرطة ستوكهولم إنها تشتبه في أن العمل كان متعمدا وزير المنى التحتية أندرياس كارلسون رفض التكهن بالجهة المسؤولة عن المسيرات وأكد أن التحقيق يجب أن يظهر ذلك مشيرا إلى أن السلطات المعنية تعاملت مع الأمر بحزم شديد الحكومة السويدية ستتخلى عن سياسة الاندماج غير المشروط وتفرض شروطا متعلقة بالعمل واللغة مع تجديد قواعد الإقامة والجنسية كانت تلك إحدى النقاط التي احتفى بها رئيس الحكومة أولف كريسرشون خلال تسليته الضوء اليوم على إنجازات حكومته في منتصف ولايتها رئيس الوزراء كتب في مقال أن السويد يجب أن تعود بلدا للحراك الاجتماعي لا بلدا يتم فيه توريث العزلة مؤكدا أن الحكومة ستضع سقفا للمساعدات كما ستفرض تعليما إلزاميا في الروضات للأطفال الذين لا يتعلمون السويدية بشكل جيد في منازلهم كريسرشون احتفى أيضا بالسياسة الجديدة للهجرة وقال إن السويد تواجه تحولا تاريخيا مع انخفاض أعداد طلبات اللجوء وتراجع الهجرة لأدنى معدل منذ خمسين عاما معتبرا التحول ضروريا لكي تتمكن السويد من التعامل مع الاندماج رئيس الوزراء قال إن حكومته تولت السلطة في ظل أزمة اقتصادية وارتفاع كبير في معدلات التضخم والفوائد لكنها بدأت بتصحيح المسار وباتت السويد اليوم أقوى في مواجهة التضخم وتعهد كريسرشون بإصلاحات سياسية بعد الأزمة الاقتصادية لإعادة بناء رفاهية الدولة واستثمار المال العام في أكبر حزمة من مشاريع البنية التحتية في العصر الحديث السلطات السويدية تقبض في مطار أرلندا على زعيم عصابة كان ملاحقا لمدة ثلاث سنوات تقارير إعلامية ذكرت أن الرجل عمره 33 عاما وكان يقود شبكة بكا الإجرامية في مدينة يوتيبوري ويواجه الموقوف شبهات بالمسؤولية عن جرائم مخدرات خطيرة وكان الرجل الأقام في تركيا أو العراق منذ إصدار مذكرة البحث عنه قبل أن يتم القبض عليه في مطار أرلندا السبت الماضي بعد الحصول على معلومات غير رسمية عن موقعه المدعي العام ماتس إلبوم قال إن السويد لا تتراجع بمجرد هرب الأشخاص إلى الخارج مؤكدا أن العدالة ستنحق بهم في النهاية بينما قال محمد دفاع دافيد بار دافيد إن موكله كان في حوار مع الادعاء بشأن العودة الطوعية إلى السويد اقتصاديا تراجعت أسعار الوقود في السويد إلى أدنى مستوياتها منذ صيف العام 2021 شركات الوقود الرئيسة في البلاد أعلنت مع بداية الإسبوع خفض أسعار البنزين والديزل والديزل الحيوي استمرارا لسلسلة تخفيضات شهدتها السويد الأسبوع الماضي سعر البنزين تراجع إلى 16 كرون و59 أوري للليتر الواحد بينما انخفض الديزل إلى 16 كرون و79 أوري وبينما تراجعت أسعار الوقود فإن تكلفة الإجارات مهددة بارتفاع حاد جمعية ملاك العقارات طالبت برفع الإجارات بنسبة 15.4% العام المقبل وهو ما أثار ردة فعل قوية من قبل جمعية المستأجرين جمعية الملاك وصفت الزيادة المقترحة بالضرورية والمعقولة جدا فيما اعتبرت جمعية المستأجرين الاقتراحة إغلاقا لباب التفاوض وكان ملاك العقارات طالب في العام 2024 بزيادة 12% في بداية مفاوضات أشاقة واستقرت الزيادة في النهاية على نسبة 5.2% بعد تدخل محكمين مستقلين وكانت الإجارات سجلت في العام 2023 أعلى زيادة تشهدها البلاد منذ عام 1994 صيف سبتمبر يوشك على نهايته الدفء غير المعتاد الذي عاشته أجزاء واسعة من السويل الأسبوع الماضي يتبدل أمطارا وبرودة درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ بعد أن سجلت أرقام قياسية في عدد من المناطق الأرصاد الجوية حذرت من أن التحول المفاجئ يزيد من خطر حدوث العواصف الرعدية والبرق غير المتوقع كما حدث مؤخرا في منطقة ليدينغو قرب ستوك هولم حين أصيب عدة فيتيا بصاعقة ضربت ملعبا لكرة القدم الحرارة سجلت 29.9 درجة في هيرسنبوري أمس لكنها تنخفض اليوم بشكل كبير لتصل إلى 18 درجة مع تساقط الأمطار في بعض المناطق ومن المرجح أن تؤثر هذه التغيرات الجوية على معظم أنحاء البلاد وكانت مدينة مالمو سجلت ما أسمته هيئة الأرصاد ليلة استوائية نادرة في سبتمبر حيث بقيت الحرارة فوق العشرين درجة طوال الليل إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار الكومبس دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر